بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها البرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنكهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنكم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بزر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخفرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما وزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محفرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتاعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراف مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على متانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت فيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتأخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جود محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحجي العظام وهي رميم وليحجيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالخصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها من الألام فيها فاكهة والنخل ذا كل أكمام والحفظ العصف والريحان فبيئي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من ماغج من نار فبيئي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيئي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيئي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيئي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبيئي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبيئي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبيئي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها السقلان فبيئي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيئي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبيئي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشرت السماء فكانت ورطة كاتهان فبيئي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبيئي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بصيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبيئي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبيئي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيئي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبيئي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيئي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة من سوجان فبيئي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من إسهبر وجل الجنتين تان فبيئي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يخمصهن إنس قبلهم ولا جان فبيئي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبيئي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن الإحسان فبيئي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبيئي آلاء ربكما تكذبان متهمتان فبيئي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نصاختان فبيئي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبيئي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حساد فبيئي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبيئي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبيئي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خزر وعبط رج حسان فبيئي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام